وكان الرئيس السيسي قد شهد صباح اليوم انتلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول الذي يقام بمشاركة أكثر من مئة دولة وتضمن المؤتمر عقد جلسة حوارية لتبادل الأفكار ورؤى تحت عنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في أفريقيا وذلك لمناقشة قضايا الصحة والدواء في قارة أفريقيا وكيفية الوصول إلى تعاون وتكامل يحقق مصالح الدول الأفريقية والمواطنين فيها حيث أكد المشاركون أن جائحة كورونا أكدت ضرورة تنويع القدرات الصحية للدول وقالت وزيرة الدولة للصحة في أغندا حنيفة بن جرانا أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على جميع الأنظمات الصحية في دول العالم ولسيما في الدول النامية وأثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول كافة